هنا الرياض أهلا بكم احتجاجات إيران في يومها السادس حراك شبابي غاضب نحو ألف معتقل خلال ثلاثة أيام القمع والقتل بالرصاص الحي والتهديد بالإعدام أدوات النظام للترهيب وأخامنا أن يظهروا في المشهد مع تهديد عرشه من يزرع المر لا يحصد إلا العلقم سياسة نظام الملال التأمرية في الخارج تنقلب غضبا في الداخل إهداروا أموال الشعب الإيراني على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة لنشر الفوضى في المنطقة ومراقبون حان وقت الحساب ترجمة نانسي قنقر في سادس أيام انتفاضة الشعب الإيراني لتزال الاحتجاجات تتواصل رافعة شعارات طالت كافة أركان النظام وممارساته شعارات يرى المراقبون أنها مؤشر لتحولات مجتمعية عميقة يقودها جيل الشباب تلك الجيل الذي خرج رافضا لسياسة النظام في دعم الميليشيات الإرهابية وعدم الالتفات إلى الشعب ومعالجة مشاكله التي أصبحت مزمنة وإذا كان الخميني قد خطف ثورة الشباب قبل أربعة عقود وأرسل نظام صاحب السلطة القمعية المطلقة الذي لا يمكن أن يرد له قراء فالشعب وعالدرس وأخطاء الماضي لا يمكن أن تتكرر في عصر الانفتاح والعولمة أربعة وعشرون قتيلاً سقطوا حتى الآن وأكثر من ألف معتقل وسط تهديد ووعيد النظام والانتفاضة متواصلة والاحتجاجات تطال المرشد الذي أحرقت صوره ورفعت الشعارات لإسقاطه في خطوات غير مسبوقة وخمنأي يشعر بحجم التهديد الذي يطاله فيعلق للمرة الأولى على الأحداث مكرراً حديث روحاني عن العمالة للخارج رغم تراجع الأخير عن تلك التصريحات ما يعكس مدارتكاب النظام ووصول رسالة المنتفضين إلى عمقه بعد سنوات من الاستبداد الشعب الإيراني ينطفض لاسترداد حقوقه المشروعة للعيش بكرامة في بلد غني أفقرته سياسات النظام ودعمه السخي للإرهاب وأذرعه فلليوم السادس على التوالي وصل الإيرانيون الغاضبون تظاهره في مدن عدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المزرية التي جعلت ما يقترب من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر بحسب البيانات الحكومية وكذلك للتنديد بالفساد والتدخل الإيراني في دول الجوار الاحتجاجات التي تواصل قوات الأمن الإيرانية قمعها أسفرت عن عشرات القتلى ومئات المعتقلين واستمزيد من التهديدات بعقوبات قد تصل إلى الإعدام من قبل نظام الذي يعيش حالة من الارتباك منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي فالمرشد خامنئي يصف المتظاهرين بعملاء الخارج ومثير الشغب أما الرئيس روحاني فيغرد بما سماه المطالب المشروعة للمحتجين في محاولة الانتصاص غضب الشارع بعد أن ثبت أن الحلول الأمنية والقمعية لم تنجح في احتواء الاحتجاجات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر حسابي على تويتر دعمه للمتظاهرين الذين تحركوا أخيرا ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد ولم يفوت ترامب الفرصة ليذكر بالصفقات المشبوهة بين إدارة أوباما والنظام الإيراني الاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن أمله في أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا للإيرانيين بينما طالبت بريطانيا وألمانيا النظام الإيراني بالابتعاد عن العنف واحترام حقوق الإنسان ولا يبدو أن هذه الدعوات قد تجد صدى لدى النظام الإيراني فالاستبداد والقمع والقتل مفردات يمتلئ بها السجل الأسود لنظام الملالي خاصة في مجال حقوق الإنسان منذ أن اختطف الخميني ثورة الشعب عام 1979 وأسس لنظام ولاية الفقيه الذي يحكم البلاد منذ عقود وهو النظام الذي خلق بدوره الميليشيات الإرهابية وسلحها ونشرها خارجيا كركن أساسي في عقيدة تصدير الثورة وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخمين فاض الكيل إذن وخرج الشعب الإيراني عن صمته أخيرا واستحديث عن احتمال اندلاع ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المهمشين في إيران لبرنامج هنا رياض ياسر نجم وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران وذلالة انخراط الشباب فيها والمواقف المتناقضة للنظام في التعامل مع الغضب الشعبي ينضم إلينا فلسطيديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله بن ناصر العتيبي كما ينضم إلينا من المنامة الدكتور أم جد طه الرئيس الأقليمي في المركز البريطاني لأبحاث الشرق الأوسط ومن بيروت السادة القانون الدولي الدكتور طارق شندل مساء الخير لكم جميعا وأبدأ معك أستاذ عبدالله فيما يتعلق بتصريحات روحاني التي يبدونها أكثر خوفا وقلقا من هذه التظاهرات تحدث عن القمع وأهدد أيضا المتظاهرين بالقتل هل النظام يسعى إلى أن يتجه إلى صدامات شعبية بشكل مباشر نراه ينحى إلى هذا المنحة ثم يتراجع ما الذي يجري تحديدا مع النظام الإيراني أولا من شكرا لك عزيزي وأيضا أحيي الأستاذ أم جد ودكتور طارق ومشاهدين الأخباري الكرام يعني أنا أعتقد أن الرئيس روحاني يحاول أن يمسك العصى والجزرة في نفس الوقت يعني يتحدث عن تخريب هؤلاء المتظاهرين لبعض الأماكن العامة في إيران وفي نفس الوقت يقول أنه يتفهم بعض المطالب يقول أنه يجب على الحكومة أن تسمع لمطالب مثل هؤلاء فهو يحاول أن يسدد ويقارب يعني لكن باعتقادي يعني أن ربما يكون يعني مثل هذا الكلام قد مر على أسماء المواطنين الإيرانيين كثيرا يعني خلال السنوات الماضية ثورة من 79 إلى اليوم اقتربت من 40 سنة ولم تحقق للشعب الإيراني يعني الرفاه المطلوب الذي يتوازى مع الثروات الإيرانية يعني إيران دولة بترولية كبيرة إيران فيها من الموارد الاقتصادية الشيء الكثير لكن ذلك لم ينعكس على رفاه المواطن كما هو الحال مثلا في الدول الخليجية أو في الدول المستقرة السياسية يعني ساهم عدم الاستقرار السياسي في أن تكون طهران يعني دولة فقيرة أو شعب فقير جل الميزانية الإيرانية يصرف على الميليشيات في الخارج ما جعل المواطن يعني ما جعل الجوع يصل إلى المواطن في الداخل أنا أعتقد أن مثل هذه الثورة لا تصنع تغييرا حقيقيا في إيران يعني ربما تطيح بروحاني ربما تطيح بخامني لكنها لن تطيح بالنظام بشكل عام يعني سيبقى النظام أنا أزعم دائما أن الثورات المغيرة هي التي يكون لها أساس نظري يجب أن يكون لها هناك أساس نظري ممتد على سنوات طويلة يهيئ الشعوب أو العامة في الشوارع لأن يتبنوا هذه النظريات بعد سقوط هذه النخط يعني مثلا الثورة الفرنسية لم تكن يعني لتكون أو لم تكن يعني تحظى بمستقبل بعد الثورة لو لم يكن هناك مثلا منتسكيو لم يكن هناك مثلا رسو الثورة المجيدة في بريطانيا على سبيل المثال يعني لم يكن لها كذلك أن تنجح فيما بعد لو لم يكن هناك توماس هوبز أو جون لوك فبالتالي هي بحاجة دائما لمنظرين ثورة 79 الإيرانية على سبيل المثال أيضا كان لها منظرين كان لها الخميني نفسه كان منظرا للثورة على سبيل المثال والذي سرق الثورة بعد علي شريعة كان منظرا للثورة وأن كان منافسا للخميني لكن الخميني في النهاية اختطف هذه الثورة انقلب على الخميني نفسه انقلب على الخميني منظر نفسه بعد أن كان صار في الحكم أعدم الآلاف من الشعب الإيراني بمجرد ما وطأ قدمه أرض إيران أرسلها للسجون العديد من أصدقاء بالأمس الليبراليين والعلمانيين وكافة المناوئين لحكم الشعب الذين لا ينتمون معه على نفس المنهج فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الثورة ربما تطيح بهذه الرؤوس ربما تأتي برؤوس جديدة لكنها لن تصنع تغييرا في إيران لكنني أزعم كذلك أن مثل هذه الثورات الصغيرة هي من يصنع الثورة النظرية في المستقبل فبالتالي أنا أقول أن إيران الآن بدأ مشروع إيران الجديد ربما يعني نقطف ثمرة إيران الجديد بعد 5 بعد 10 بعد 15 سنة بعد 20 سنة ويبدو أن الشعب الإيراني أصبح أكثر وعيا لكن من المؤكد أن الإيرانيين أصبح ساروا الآن في طريق معين الشعب ولو لاحظنا الذين ينزلون للشوارع ليسهم فقط الفقراء أو الجاعين الذين ينزلون للشوارع هم الطبقة المتوسطة وهذه مسألة يعني ربما لو نزل الفقير أو نزل الذي يبحث عن فقط يعني ثورة الجياعة أو يبحث عن الرابط لنتهى هذه المسألة يعني مواجهة الفقر وما إلى ذلك إلى تغيير النظام ورأينا تلك الشعرات التي تكرر من المتظاهرين نشير في هذه اللحظات إلى تصريح المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نكيهلي حيث حيت الشعب الإيراني ليوقوفه بوجه الظلم وأكدت دعم بلادها لمطالبه وطالبت أيضا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات في إيران في هذا الجارب لأننا نتناول هذا المحور الدعم الدولي لهذه الثورة ولكن قبل ذلك دكتور أمجد من المنامة دعونا نتحدث عن الفرق بين الاحتجاجات الحالية القائمة الآن واحتجاجات 2009 بكل تأكيد أولا أستاذ وليس دكتور إن كنا نتمنى ذلك أهلا بك أستاذ بكل تأكيد ما يحصل الآن هو ليس كما حصل في 2009 ومختلف مغاير تماما لما حدث سابقا ولما ذلك لأن ما حصل في 2009 هي القوة الفارسية فقط في طهران العاصمة أو المناطق الفارسية فقط هي من خرجها بينما الآن الفقراء في كل الأقاليم إن كانت الأقاليم المحتلة من قبل إيران أو الأقاليم الفارسية هي نفسها والمناطق الفارسية أي الحراك فيها الكثير من الفئات المجتمع الفقيرة البرجوازية وغيرها بدأت بالفقيرة هي لم تصل بعد الفئة البرجوازية الطبقة البرجوازية في طهران ولكن ما يزال هناك حراك هناك مستمر والآن ونحن نتحدث الآن بدأت انطلاق جديد بعد كل التصريحات والتهديدات اليوم مزارة الداخلية الإيرانية حددت قائلة كل من تم احتقالهم قد يتموا اعدامهم وهي حالة محاولة إرهاب الشعب وإبعادهم عن المشاركة والآن التحدي مرة أخرى والاختبار نجح به الشعب حيث خرج الآن وآن وأنا أحدثك خرج الشعب في شارع جمهوري وشارع ولي عاصر وشارع انقلاب في وسط طهران العاصمة الأحواز الآن في حي الثورة حي العزيزية حي الشهداء هذه المناطق انسحب مناعة الحرس الثوري والقوات المكافحة الشغب أو ما تسمى بمكافحة الشغب انسحبت بشكل كامل من هذه المناطق انطلاق الآن في جابهار في بلوشستان مظاهرة جديدة إذن الليلة الليلة قد تكون دامية وذلك لأن الحرس الثوري والإيراني هدد أن سيتعامل بصرامة وكلنا كأبناء عروبة أو الأبناء العرب لم يعرفوا هذه الأخبار إلا عبر قناة الجزيرة وهي أصبحت قناة متحدثة باسم الحرس الثوري الإيراني وتنقلوا أخبارها بشكل مباشر إذن علمنا أن ستكون الليلة الدامية وصل إلى الآن انتم ذكرتم 15 إلى 20 لكن العدد الحقيقي وصل إلى الآن 34 قتلى 2 شهدين في الأحواز وصل عدد الجرحة بالمئات الألاف من المحتقلين حالة الاختغناقات للنساء والأطفال والرضع لأن الحرس الثوري يطلق والباسيج يطلقون المسيل الدموع في بيوت الناس إذن نحن أمام حالة من الحلع والاستنفار الأمني للقوات الحرس الثوري وهذا إن دل إن النظام الإيراني يتجه إلى عسكرة ما حصل عسكرة لهذه الحالة هو بصالح الشه بصالح الشعب وذلك لأن الشعب سيغضب كلما قتل أكثر وكلما احتقل وكلما تم قمعه بشدة وبقوة سينتفض أكثر هناك مناطق لم تشارك يوم أمس تشارك اليوم في تبريز وفي هذا الجانب الذي أشرت إليه أستاذ أمجد فيما يتعلق بهذا السيناريو الذي يحاول أن يرسمه النظام تجاه المتظاهرين شاهدنا تلفزيون الرسمي الإيراني يحاول شيطانة المتظاهرين ويزعم قتل بعض المتظاهرين لعدد من رجال الشرطة مجموعة من السينوريهات خلال ستة أيام فقط يقوم بها النظام الإيراني وأيضا من ثم يتحدث أيضا الشيطان الأكبر خمني عن هذا الأمر ونتقل بالسؤال لك دكتور طارق ما هو السيناريو ونحصل إليه من خلال ما تابعته خلال أيام الماضية أولا تحية لك وليوفك وليس سادة المشاهدين أهلا بك تحية إلى كل السوار في سوريا في العراق في اليمن في إيران هذا الشعب الإيراني الذي أظهر منذ عدة أيام وحتى هذه اللحظة أنه شعب يرفض الإرهاب الذي يمارسه الولي الفقيه وأتبعه من حكومة الملالي هذا الشعب الذي سائم وتعب من الجوع والعطش والمرض والفساد والانتهاكات بحقه هذا الشعب الذي يستقبل أولاده الذين أرسلهم نظام الإرهاب الصفوي إلى سوريا واليمن والعراق وعادوا بالصنديق الصفراء إلى الكبور هذا الشعب الذي سائم الزل والفقر فيما الملالي وأتباع الولي السفيه يتمتعون بالأموال داخل إيران وخارج إيران هذا الشعب قال أنه لا يريد أن يعيش في فقر بدى الحياة ولا في زل هذا الشعب الآن انتفض في وجه سياسة الإجرام التي يمارسها النظام الإيراني والتي يروج لها وليهم السفيه عبر سفك الدماء في سوريا واليمن والعراق وفي الدول العربية الآن حكومة الملالي نظام الإجرام الصفوي الإيراني يدفعون سمن ما زرعوه في الدول العربية هم قتلوا في سوريا أكثر من مليون سوري هم انتهكوا الأعراض ودمروا البلاد في اليمن وفي العراق وما زالوا يرتكبون الإرهاب في كل الدول العربية يدعمون المجموعات الإرهابية في الكويت في السعودية في كل مكان خدمة لسياسة إجرامية إرهابية وخدمة لنظام إرهاب قاتل في سوريا هو نظام نصير بعسي حماية لأمن إسرائيل طابخ السم هو أكله هذه المقولة وهذا المثل الشعبي المعروف هنا في لبنان ينطبق الآن على الولي السفيه الذي طبخ السم للدول العربية ولمسلمين الذي طبخ السم في اليمن وطبخ السم في العراق وطبخ السم في لبنان وها هو الآن يأكل هذا السم الذي طبقه للشعوب المسلمة ما زنب مليون سوري أن يشرد من بلادهم وأن يقتل أكثر من أن يقتل أكثر من مليون سوري وشفت أكثر من سبعة ملايين ما زنب آلاف اليمنيين أن يقتلوا ويهجروا خدمة للحوسيا الإرهابي ما زنب آلاف العراقيين في الموصل وبغداد ومحافظة ديالة وصلاح الدين أن يهجروا من بلادهم فقط خدمة لهذه السياسة الإرهابية القائمة على عقيدة فاسدة زرع الخلخلة والفوضى في المنطقة ولكن سألتك عن السيناريو الذي يريد إيصاله النظام الإيراني للعالم من خلال ما نشاهد من تصريحات ما هو هذا السيناريو النظام الإيراني يحاول أن يوهم العالم أن هناك مؤامرة كونية كما أوهم العالم سابقا أن هناك مؤامرة كونية استهدفت نظام بشار الأسد وأن هناك مؤامرة كونية استهدف كذلك اليمن وميليشيات الحوسي وأن القدس لا يمكن أن تمر إلا على جماجم المسلمين وعلى جماجم السنة بالذات ولذلك لم تعد هذه الكزبة تنفع فيلق القدس الإرهابي الذي يدعمه نظام الإرهاب الصفوي الإيراني لم يطلق أي رصاصة باتجاه تحرير القدس بل قتل المقدسيين في مخيمات اللجوء في العراق وقتلهم في مخيمات اللجوء في سوريا وحربهم في مخيمات اللجوء في لبنان فيلق القدس الإرهابي هذا وسياسة إيران الكاذبة التي تقوم على مفهوم تحرير القدس وغير ذلك لم تقدم خدمات إلا حماية لنظام الإسرائيلي وحماية النظام بشاة والأسد حامي إسرائيل الآن اليوم سمعنا والبارحة تصريحات كبار المسؤولين الأوروبيين والأمريكان وتصريحات الأمم المتحدة للمسؤولين في الأمم المتحدة عن ضرورة أن يكون للشعب الإيراني الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه وأن الشعب الإيراني لا يمكن أن يستمر في العيش تحت ضغوط الفساد والإكراه وانتهاك الحقوق الإنسان وبالتالي الآن الحكومة الإيرانية والمتكلمين باسم هذه الحكومة الإرهابية يحاولون أن يقولوا أن هناك مؤامرة ولكن هي المؤامرة التي زرعوها وخططوا لها والتي هم الآن يقبضون سمنها ويأكلون هذا السم الذي زرعوه وبالتالي كذبة ما يسمى مؤامرة أو غير ذلك أصبحت مغشوفة الشعب الإيراني لم يعد يستطيع أن يعيش تحت الحديد وتحت الفقر إذن هناك غضب شعب كما شرنا في ذات هذه الحلقة ومارسة النظام التي كانت تغفل الاهتمام بالشعب وتنفق هذه المريارات على الإرهاب في المنطقة أستاذ عبدالله فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم المتظاهرين هناك بعض المراقبين يتحدث أنها سلاح ذو حدين فقد تستخدم قبل النظام لممارسة مزيد من القمع والقتل تجاه المتظاهرين بحكم أو بسيناريو أو بدافع أن هذه هي مؤامرة خارجية رغم أن هذا الموقف مهم لدعم المتظاهرين دولية من الرئيس الأمريكي أنا فقط أريد أن نضيف على السؤال الذي سألته الأستاذ أمجد إضافة لما قاله الأستاذ أمجد حول الفرق بين 2009 و 2017 يعني أعتقد أن 2009 كانت كانت ثورة داخل النظام كانت ثورة الإصلاحيين ضد المتشددين وبالتالي كانت ذات مقياس صغير جدا كانت ثورة في داخل النظام ما نراه الآن في الشوارع هي ثورة الشعب ثورة الشعب بشكل عام على النظام ككل وليست فقط على طيف معين من النظام كما كانت في 2009 هذا ناحية نعم المسألة الأخرى حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني أنا أعتقد أن الإيرانيين بدأوا يستغلون هذا الأمر خلال اليومين الفايتين عندما قالوا أنها مؤامرة عندما ذكرنا مؤامرة هم يعرفون أن كلمة مؤامرة مضرة جدا عند الشعب الإيراني عندما يقول روحاني أن ما يحصل ضد إيران هي مؤامرة نتيجة قوة معينة هم يعرفون أن هذه الكلمة يعني ليست كلمة جيدة يمكن توجيهها للشعب الإيراني لأن الشعب الإيراني يعرف حقيقة ما يقوم به يعرف الرسالة ليست للشعب الإيراني الرسالة موجهة لقوة أقليمية لقوة دولية بحيث أننا سنقوم بما يلزم لقمع هذه التظاهرات القائمة على مؤامرة خارجية فبالتالي هم يسعون من خلال تمريد مثل هذا الكلام إلى الحصول على حصانة معينة يعني تحميهم عندما يقومون بقمع ما يحدث في الشارع الإيراني لأن هذا الأمر يعتبر تدخلا أجنبيا مؤامرة خارجية فبالتالي لنا الحق في أن نحمي مواطنين ونحمي إيران يعني هذه أول بالنسبة لتصريحات ترامب يعني أنا أعتقد أن ترامب مثل ما نعرف يعني من خلال تويتر يمارس دورا يعني غير ما يفترض أن يمارسه الرئيس الأمريكي أنا أقول هذا بكل صراحة هو كأنه مواطن عالمي من خلال موقع تويتر فبالتالي هو يعبر عن رؤى معينة أنا أعتقد أن التدخل الأمريكي يعني لن يفيد لن يضر في هذه المسألة ولن يفيد أيضا في هذه المسألة روحاني يقول مثلا أن من كان يتهمكم أمس بالإرهاب هو اليوم يدعمكم ويتحدث عن ترامب تعديدا ترامب كان يتحدث عن إيران الإرهابية قبل أشهر الآن هو يقول يحاول أن يدعمكم فبالتالي أنا أعتقد لن يكون لها تأثير وعيدا عن تصريحات الرئيس الأمريكي التي أشرت لها سيد عبدالله هناك أيضا دعوة الأمريكية التي تحدثنا عنها قولة لجلسة طريق المجلس أنا أعتقد لن يكون لها تأثير على الشارع الإيراني لأن الشارع الإيراني وصل إلى مرحلة معينة لا يهمه أبدا رأي الآخر في قيادته هو عمل تصورا معينة عن هذه القيادة وخرجها للشارع بناء على هذا التصور فبالتالي أنا أعتقد لن ينضم إلى قيادته ضد أمريكا على سبيل المثال عندما يسمع مثلا نيكي هيلي أو عندما يسمع دونالد ترامب سوف يعود إلى المدرسة أو يعود إلى مصنعها أو يعود إلى دائرة الحكومية ويقول نعم أخطأت مدامة أمريكا تدعمني فبالتالي هذا خطأ أنا أعتقد أن أتجاوز هذه المرحلة تماما هذا الكلام ربما يكون في الثمانينات في التسعينات لكن اليوم بعد أربعين سنة من الثورة الإيرانية وعدم قطف ثمار هذه الثورة مثلما وعد الخميني وأتباعه عندما جاءوا للحكم بالعكس يعني الآن المواطن الإيراني يعيش في درجات اقتصادية قل بكثير من الذي كان يعيشه أباء وأجداد في عهد الشاهة على سبيل المثال فبالتالي أنا أعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة معينة لم يعد مؤثرا كثيرا مثال التصريح الخارجي نعم أستاذ دمجد فيما يتعلق بدور المقاومة الإيرانية تحدث عن المقاومة التي لها يعني دعم دولي ولها يعني مواقف كثيرة وذات تأثير دولي ما هو دور هذه المقاومة في دعم هؤلاء المحتجين الذين يؤلون القمع والويل من النظام الإيراني في هذه اللحظات إذن دعني أكون صريحا معك فيما يخص المقاومة الإيرانية وهنا سأوضح الأمر كالتالي أولا إذا ما رأينا إذا من يطلق على نفسه المقاومة الإيرانية هي جماعة رجوي فقط أي جماعة مجاهدين خلق فقط هم من يطلقون على نفسهم المقاومة الإيرانية بشكل عام والمصيبة في الأمر أنه لا يطلقون على نفسهم مقاومة إيرانية لكن لا يوجد بينهم إلا من الفرس القوميين الوطنيين ولا توجد مشكلة لكن إيران هي مشكلة الآن من عدة شعوب المفروض هذه المقاومة إذن فيها من عدة شعوب وهذه المشكلة هنا مشكلة جماعة المقاومة الإيرانية الجماعة الرجوي ليس لديهم شارع داخل إيران لما؟ لأن هؤلاء هم من أوصلوا الخميني إلى الحكم ثم عندما قام الخميني بعدم إعطائهم مكان في الحكم انقلبوا عليه ثم أصبحوا مع حكومة صدام حسين وعندما ذهب صدام حسين ذهبوا إلى باريس بأموال التي قام بتقديمها الراحل صدام حسين إذن الإيرانيين الفرسي يرون في هؤلاء أنتم من وصلتوا الخميني إلى الحكم ثم انقلبتم عليه إذا وأصبحتم مع العرب وهنا نتكلم من المخاطب الفارسي المخاطب الفارسي يرى في هؤلاء خوانا هكذا إذن من يحرك الشارع وعلى من منتكل هنا في هذه المعركة أو التظاهرات أو الاحتجاجات أو الحراك سميها ما تشاهده الانتكال كل الانتكال على الشعب داخل إيران الشعوب والأقليات والشعب الفارسي بكل طبقاته البرجوازية الفقيرة الوسط المجتمع هو من يحرك والشباب هم من يحركون الآن عبر عبر شركات التواصل الاجتماعي وعبر إعلامهم الداخل الداخل الإعلام نعم عدة كالأحواز والبلوش وغيرهم ما دور هذه في دعم المتظاهرين هذا ما كنت سأذكر نعم إذن وهذا ما كنت سأذكره الآن لدينا المقاومة البلوشية وكذلك المقاومة العربية في الأحواز العربية المحتلة من قبل إيران منذ عام 1925 بقيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وكذلك لدينا مقاومة في كردستان وحراك نوعا ما مقاومة في أذربيجان هؤلاء ينسقون جهود الآن أنا أعلم أن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز هي تدعم وتحاول أن تستغل هذه الفرصة الآن للحراك والعمل بأعمال نوعية ومختلفة ومهمة تضعف نظام إيران الكل المقاومة الآن تنسخ هذه الجهود لا ننسى ليلة البارحة هناك ضرب للبنوك الإيرانية وبنوك الحرس الثوري الإيراني البنوك بنك ملة وبنك صادرات وهذه البنوك هي من تدعم تمول بشار الأسد وتمول الحوثيين إذن المقاومة استحدفت هذه البنوك استحدفت مقرات الحرس الثوري الإيراني في الأحواز في بلوشستان وقامت بقتل سعيد شاه ساني أحد قيادة حرس الثوري الإيراني في أحد المناطق الفارسية واحترف السباهة والحرس الثوري الإيراني بذلك في بيان وضحة أن تم قتل هذا الإنسان من قبل جهة غير معروفة إذن المقاومة ستتصدى للحرس الثوري الإيراني هي الآن تراغب بشكل جيد كل ما يحدث على الأرض وقد تتطور لأن إيران الآن تعسكر الآن الحرس الثوري عسكر الآن الحرس الثوري والقوة الأمنية هي تقوم بالتعامل مع هذه الاحتجاجات بشدة وبأمن وبالطريقة الأمنية العسكرية إذن المقاومة قد تدرس الآن الواقع وهي قد تتحرك من حيث لا تعلم إيران قد تضرب منشآت النفط في الأحواز العصب الاقتصادي هناك قد تقوم في أسر بعض من قيادات الحرس الثوري في بلوشستان قد تضرب المقرات في أذربيجان مقرات الحرس الثوري والباسيج في أذربيجان الليلة سنشهد في كردستان هناك مخطط لضرب بعض المقرات الحرس الثوري وسيقوم بعض من أبناء الأكراد والعرب في لورستان في منطقة لورستان بضرب مقرات الحرس الثوري الإيراني ونتكلم من الآن نعم لأن هناك تحرك من المقاومة الإيرانية على مختلف الأعراق الموجودة داخل إيران لمواجهة هذه الحركات القمعية من قبل الحرس الثوري والباسيج كما تحدث طيفي من المنامة أنتقل إليك طيفي من بيروت دكتور طارق فيما يتحدث أو فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي بعد خامس يوم شاهدنا تصريح خجول عن حرية تنظيم التظاهرات المفارقة أن أوروبا تملك أوراق قوية تجاه أو ضد النظام ويأوراق اقتصادية تملكة لتصحيح هذه المسارات التي يتقدها النظام ضد المتظاهرين لماذا لم تفعلها ولماذا المشاهد موقف أكثر قوة وحزم من الاتحاد الأوروبي لنكن صارحين في نكل الصورة الحقيقية للسادة المشاهدين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى بما فيهم بريطانيا هم من الدول التي دعمت الخميني ومسيرة الخميني الإرهابية وثورته المسمى ثورة وهم الذين جاءوا به إلى الحكم تحت شعار إسلامي كازبواهم إذن أكثر من ذلك العلاقة الوطيضة بين الإدارة الأمريكية وخاصة إدارة أوباما ودولة إسرائيل والنظام الإيراني والاتحاد الأوروبي هي علاقات متشابكة متداخلة ولا يمكن أن نتكلم عن علاقات سطحية كما يظهر البعض والاتفاق النووي الأخير هو أكبر نسال على ما أقول لا يمكن التعويل على موقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يقدم أي شيء للثورة السورية ولم يقدم أي شيء لأهل اليمن في وقوفهم ضد إرهاب الحوسي ولا يمكن التعويل على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي حتى هذه اللحظة لم تصنف ميليشيات الحوسي الإرهابية بالرغم ما ارتكبته من جرائم إرهابية بأنها جريمة إرهابية قاسم سليماني الإرهابي الكبير قائد ما يسمى الحرس السوري في الشرق الأوسط المطلوب على لائحة الأنتربول والمطلوب أمريكيا بموجب مذكرات توقيف صادر عن قضاء الأمريكي يقاتل الشعب السوري ويزبح الشعب السوري تحت غطاء الأباتشيو والطائرات الأمريكية والأوروبية هذه كذبة كبيرة عندما نتكلم عن عداء بين إسرائيل وبين إيران هذا النظام الملالي جاء بتفاهم صهيوني غربي إلى المنطقة لإحداث عمليات الفوضى ونحن نعرف منذ جاء هذا النظام إلى إيران والذي بدأ بتصدير إرهابه إلى الخارج كانت دعم يتلقاه من كل الدول بالرغم ما يسمى حصار وغير حصار إلا أن فضيحة صفقة السلاح الإسرائيلية بين هذا النظام وبين إسرائيل والتعاون بين أمريكا وعلى إيطان البعض يخلفك بما ذهبت له يا دكتور طارق يتحدث عن أن الموقف الأوروبي والإتحاد الأوروبي أكثر ضعفا في هذه الفترة ولذلك لا يملك الكثير من القرارات بسبب اتجاه إلى التفاكق شكرا لك من بيروت أستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب شكرا جزيلا لك ضيفي في الأستيديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله بناصر العتيبي وكذلك من المنامة الأستاذ أمجد طاها الرئيس الأقليمي للمركز البليطاني لأبحاث الشرق الأوسط أستاذي نقوم ببقاء معي لمناقشة الملافة الثانية في هذه الحلقة دمنا مشاهدين نتابع في هنا الرياض بعد فاصل قصير نظام الملال ينفق المليارات على الإرهاب ونصف الإيرانيين يعانون الفقر 500 إلى 1000 دولار راتب شهري للمقاتل في صفوف الأسد وقطع الإعانات الشهرية عن المواطن وتساؤلات بشأن فاتورة مراهقات النظام في الإقليم موسيقى موسيقى لم يكن الفساد وشكوى سوء الحال والفقر سبباً وحيداً للاحتجاجات الحاشدة التي لا زال زخمها يتعاضم يوماً بعد آخر في إيران بل أن الاحتجاج على دور طهران في المنطقة ونشرها للفوضى مثل جانباً مفصلياً بل يكاد يكون الأهم كونه السبب في تبديد أموال الشعب الإيراني وثروته المتظاهرون في الميادين الإيرانية هتفوا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاحتجاجات ضد الدعم السخي لنظام الملالي للميليشيات وأعلنوا رفضهم لتدخلات طهران في المنطقة العربية والتي ابتلعت جزءاً كبيراً من ثروات البلاد في الانفاق على مشاريع الفوضى والتسليح وسعيها لنشر الإرهاب والتطرف وإذا ما تجاوزنا عوائد النفط والغاز كان الاتفاق النووي المثير للجدل فرصة للنظام الإيراني بملء خزائنه ودعم الميليشيات الطائفية في المنطقة حيث تشير التقارير أن طهران تنفق سنوياً على ميليشيات حزب الله اللبناني ملياري دولار هو ما يرفع حجم الانفاق الإيراني إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الست من عمر الحرب السورية إضافة إلى ما يتم انفاقه على الميليشيات الإرهابية وتسليحها وجلب المرتزقة في كل من اليمن والعراق كيف سيواجه نظام الملالي غضب الشعب بعدما قاده لهوة سحيقة من الفقر والبطالة والفساد وهل بات بمقدور النظام المناورة لتلبية طموحات ولاية الفقير في السيطرة المزعومة في المنطقة والعالم بينما يقبع نحو نصف سكان إيران تحت خط الفقر ويأن قطاع عريض منهم تحت وطأة الغلاء والفساد والبطالة ينفق النظام الإيراني أموال البلد الغني بالنفط والغاز على دعم وتسليح الميليشيات الإرهابية في الشرق الأوسط بهدف فرض الأجندة الإيرانية ومخططاتها الإرهابية في المنطقة التقارير الصحفية تكشف أن حجم الإنفاق الإيراني على ميليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية يتخطى حاجز المليار دولار سنويا أما في العراق فيبلغ حجم الإنفاق الإيراني على الميليشيات مئات الملايين وبلغ الدعم الإيراني المقدم لميليشيا الحوثي في اليمن نحو 25 مليار دولار سنويا ومنذ اندلاع الحرب في سوريا قبل نحو سبع سنوات أنفقت إيران نحو 25 مليار دولار لدعم نظام الأسد نهيك عن أموال طائلة لا تبخل بها الدولة الأولى الرعية للإرهاب في العالم لدعم وتمويل المرتزقة الذين تجندهم للقتال في أفغانستان وباكستان وبينما ينهب نظام الملال أموال الشعب لتمويل أوهام توسيع النفوذ خارجيا جاءت ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في مارس المقبل لتتضمن رفع مخصصات الحرس الثوري إلى 7 مليارات و600 مليون دولار مقارنة بأربعة مليارات دولار في الموازنة السابقة الأمر الذي فسره محللون بمحاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها دولة الملال في حربها بالوكالة في اليمن وسوريا وغيرها سواء كانت خسائر مادية أو بشرية إذ يعد الحرس الثوري الإيراني رأس الأفعى الذي تنبثق عنه كافة الأذرع الإيرانية الإرهابية المتشعبة في المنطقة بأكملها لبرنامج هنا الرياض بسانت محمد موسيقى موسيقى ولتعمق في هذا المحور الخاص بالإنفاق الضخم للنظام الإيراني على الميليشيات المسلحة ودعم الإرهاب هو تجنيد المرتزقة بأموال ومقدرات الشعب الإيراني نواصل مع ضيفين في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي أستاذ عبد الله بن ناصر العتيبي ومن المنامة الأستاذة مجد طاها الرئيس الأقليمي بالمركز البريطاني لأبحاث الشرق الأوسط كما ينضم إلينا من بيروت الباحث الاستراتيجي العميد ناجي ملاعب مساء الخير لكم جميعا ولعل يشير إلى بيان البيت الأبيض الذي تحدث أو دع العالم لدعم الشعب الإيراني في هذه الانتفاضة أبدأ معك ضيفي من بيروت فيما يتعلق بالانفاق الإيراني لزعزعة الاستقرار في المنطقة نوشاهد انفاق إيراني يقارب 25 مليار دولار خلال السنوات الست في عمر الحرب في سوريا هناك كثير من الأموال تضخ في هذا الجانب لتمويل الجماعات الإرهابية ومقاتلين المسلحين في جميع أنحاء المنطقة مثل هذه الأرقام ماذا تعني للمراقب ولماذا أيضا نشاهد هذا الانفاق الغير مسبوك خلال السنوات الماضية على هذه الميليشيات المسلحة يعني أنا لست خبيرا اقتصاديا ولكن هذه الأرقام عندما ترحت في الماضي لم نكن نصدقها لأنها تحمل تضخين مثلا ولكن عندما يصل الشعب الإيراني نصف الشعب الإيراني لمستوى تحت مستوى الفقر هذه الدولة الغنية بالنفط هذه الدولة ثالث دولة في اقتصاديات المنطقة هذه الدولة التي كانت تصدر قبل الخميني 6.5 مليون برميل بترول يوميا هذه الدولة بعد سنتين فقط من تسلم الخميني السلطة أصبحت من يريد أن يمون سيارته بالوقود في إيران يجب أن يحصل على بطاقة لتموين سيارته لذلك عندما يصل الوضع إلى هذه الثورة الشعبية نعم نصدق هذه الأرقام أن لا بل هذه الأرقام 25 مليار دولار يبدو أنها دفعت في سوريا فقط هذا خارج النفقات الاجتماعية وجهاد البناء ونفقات المقاتلين والشهداء وكل من يضحى به في سوريا من لبنان أو من كافة المنطقة هذه المعركة التي أدخلت أنفها فيها إيران كلفتها الكثير وأوصلت إلى هذا المستوى أنا لا أستغرب لأن منذ بدء الخميني في ثورته الإسلامية ما سماها الثورة الإسلامية لم يكن يثق بالجيش الإيراني لذلك قام بتصفية معظم قادة هذا الجيش بشكل سريع وحتى من تبقى من هذا الجيش حتى اليوم غير معتمد عليهم والجيش هو دوره ثانوي في إيران ما هو يعتمد عليه في إيران هو الحرس الثوري الذي أنشأته الثورة الإسلامية وهو ما يقود إيران حتى أنه أخذ دورا اقتصاديا 30% من اقتصاد إيران اليوم بهذه الحرس الثوري ما نراه من فساد وتسبب بهذه الثورة هو الفساد الذي لا يمكن وقفه لأن من يقوم به هم رجال السلطة بأنفسهم هم الحكام هذا الفساد هو يقوم به الحكام كل الاستثمارات وكل التفاوض مع الخارج في المجال الاقتصادي يكون مع الحرس الثوري هو ما سمي اقتصاد المقاومة وهو ما تسبب في خراب الاقتصاد الإيراني لا يبنى بلد بهذه الطريقة كل الانتخابات التي قالوا عنها أنها انتخابات يضحكون على الشعب بها أنها انتخابات لبرلمان ثبت أن معظمها انتخابات مزورة حتى انتخابات رئيس الجمهورية والتمديد للرئيس أحمد النجاد كان انتخاب وتمديد مزور حتى المعتدلون منهم الذين كانوا ضمن هذه الثورة قمعوا بشكل بإعدام أو بوضع بالسجون أو قيد الإقامة الجبرية وقمعت انتفاضة 2009 بهذه الطريقة إذن لن أستغلب هذه الأرقام وهذا التدخل الخارجي هو ما أدى إلى هذا الوضع الداخلي الذي هو في تفاقم وأعتقد أن وضع حد له سيكلف إيران دما كثيرا نعم إذن سيد عبدالله ثروات الشعب في خدمة الإرهاب حتى وصلت نسبة البطالة والفقر في إيران إلى ما يقارب 60% والفقر الذي ينهش أيضا معظم طياف الشعب الإيراني المتظاهرون في الميادين الإيرانيين منذ الأيام الأول تحدثوا عن الدعم السخي للنظام الملالي للميليشيات في المنطقة والكثير المراقبين يرون أن هذه هي النواء الأولى لهذه الاحتجاجات كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل أنت مع أن هذه هي النواء الأولى لخروج هذه المظاهرات في إيران وإلى أين يقود نظام الملالي بعد هذه التظاهرات؟ يعني أنا أعتقد أنها ما أخرج المتظاهرون إلى الشوارع حزمة من الأسباب من ضمنها هذا السبب من ضمنها السبب الاقتصادي من ضمنها السبب الأمني القمعي كذلك هي دولة قمعية كذلك لا حرية فيها للأصوات نهائيا من يدخل السجون ينتهي أمره في إيران هذه مسألة المسألة الأخرى أيضا النخبة في إيران لا تستطيع أبدا أن تعيش بسلام لا يستطيع أبدا أن تبني إيران مع شعبها لماذا؟ لأنها جاءت بوعود كثيرة للشعب الإيراني سنة 79 لكن لم تعقق منها شيئا جاءت بمسألة تداول السلطة جاءت بمسألة الجمهورية جاءت بمسألة العدل والشفافية لكنها انقلبت على كل ذلك حتى الخميني نفسه انقلب على الديمقراطية وأصبح يقول لا تذكرك اسم الديمقراطية أمامي فهي مفهوم غربي فبالتالي كان يحتاج دائما إلى مسألة تبقيف الحكم هو ونخبته الحاكمة فبالتالي عمل دستور معين مفصل تماما على هذه النخبة بحيث يكون هناك لا يمكن أبدا ترشيح مواطن إيراني إلا عن طريق أنبوب تشخيص النظام الذي هو مشرف عليه شخصيا فبالتالي لا يترشح أحد لرئاسة إيران بدون موافقة الخميني هذا أولا البرلمان مثل ما ذكر كذلك ضيفك من بيروت كل النظام والمؤسسات الإيرانية عملت من أجل مصرحة هذه النظام هذا على مستوى الداخل أيضا كان هناك هدف رئيسي في داخلي أن يفقر الشعب الإيراني لماذا يفقر الشعب الإيراني؟ لأنه متى ما كان مشغولا بفقره فلن يتطلع إلى مسألة أعلى لن يتطلع إلى مسألة الوعود التي سبق وأن جاء بها الخميني سيبقى دائما يعني عائما وغريقا في مسألة الفقر هذه على مستوى الداخل على مستوى الخارج هو يحتاج كذلك إلى أن ينمي الشعور الوطن الإيراني من خلال أولا تصدير الثورة إلى الخارج ومن خلال دعم الميليشيات كذلك فبالتالي أول ما عمل القميني عندما سلم الحكم هو الحرب الإيرانية العراقية يحتاج هو أن يكون هناك حربا تبقيه في الحكم صدام أيضا كانت له بعض حساباته الخاصة ربما الشبيهة فبالتالي هو عمل حرب لمدة ثمان سنوات بعد ذلك التفت إلى دعم هذه الميليشيات لتبقيه داخل الحكم لتبقيه في إيران هذه مسألة هي داخلية مسألة أخرى أيضا هو بعثها عن مسألة الإيديولوجية الخارجية هو لا يستطيع مثلا أن يجند مواطن لبناني مواطن لبرالي لبناني علماني لبناني لا يستطيع أن يجند مواطن يمني مواطن بحريني مواطن عراقي لذلك اختار شيوخ الدين في هذه الدول ليجندوا بعض المواطنين العرب ليصنعوا إيديولوجيا معينة فوق الأوطان بحيث يكونون تابعين لولاية الفقين أنا أعتقد أن هذه هي من أهم الاستراتيجيات التي قامت عليها النخبة الإيرانية الحاكمة لتأمين بقائها في إيران فقار الشعب داخليا تصميم دستور مفصل داخليا يبقى في النخبة الانتقال بمشاكل إيران من الخارج من خلال الحرب أو من خلال دعم هذه الميليشيات لتبقى دائما المسألة يعني على صفحة الساخر فيبقون في الحكم لو عادوا إلى الداخل لا يستطيعون أبدا أن يعيشوا أكثر من سنة و سنتين أبدا أيضا نشير في هذه اللحظات إلى بيانة البيت الأبيضة التي تحدث عن أن الرئيس الأمريكي دونالدر ترامب يطالب بإيران باحترام حقوق الإنسان و التوقف عن كونها دولة داعية و راعمة و راعية للإرهاب عفوا في أستاذ أمجد فيما يتعلق بأيضا خطط النظام الإيراني و دعمه للعصابات والميليشيات في المنطقة ليست هناك خطط موضوع لتقليل الإنفاق العسكري على الميليشيات و العصابات الإجرامية التي تأتمر بأمر الملالي في المنطقة و بالتالي يكون هناك الاقتطاع من قوة الشعب هو المتصدر حتى الآن هل يمكن للنظام الآن أن يناور في هذه الأيام و أن يتاجر بهذه الورقة لامتصاص غضب الشعب الإيراني لا يستطيع لأن كل هذا قد فشل لأن الشباب الذين خرجوا في هذه المظاهرات معظمهم في العمر الثلاثين و اربعة و عشرين يعني بهذه الأعمار العشرينية هؤلاء عاشوا وترعرعوا و وولدوا في كنف هذا النظام في من بداية ما يسمى بثورته إلى يومنا هذا إذن هم مدركون جيدا الشباب و الشعب مدرك جيدا و يأي جيدا أن كل هذه الشعارات أصبحت مجرد أوهام فكيف لمن يقول أننا ننصر المظلومين في اليمن أن يظلم شعبه و أن شعبه على أقل تقدير لنذهب إلى الإحصائيات الرسمية الإيرانية تقول 12 مليون يعانون من المجاعة كيف لك أن تنصر إن صدقت فعلا في نصرتك أن تنصر الخارج و أنت في الداخل تعاني إذن الشعب لا يثق في هذه الأوهام و في هذه الاستراتيجية التي وضعها النظام و الشعب متأكد تماما و يعي تماما الآن سقطت كل شيء عندما يقول الشعب الآن في الشوارع مارك بار خامنائي بمعنى الموت لخامنائي أنتهى هم الشعب وجه سهامه إلى الرأس النظام و هو خامنائي لأن يعلم جيدا بدأ الشعب يعي جيدا أنه لا رئيس وزراء ولا رئيس إيراني ولا أي من الوزراء ولا أي من البرلمانيين يستطيعون أن يفعلون أي شيء و إن من يرأس هذه المافيا و هذا النظام نعم أستاذ أمجد أعتذر ميك لتها وقت هذه الحلقة شكرا جزيلا لك من المنامة ضيفي الأستاذ أمجد طاها الرئيس الأقليمي بالمركز البريطاني لبحاث الشرق الأوسط و كذلك من بيروت العميد ناجم لاعب الباحث الاستراتيجي و شكرا أيضا لضيفي في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله بن ناصر العتابي شكرا أيضا لموصول لكم شاهدنا الكرام لقاونا يتجدد غدا و ناكذة سياسية جديدة من هنا في هذه اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر